جدول ترتيب فرق الدول الوطني يشهد تغييرات مع انقضاء الجولة التاسعة إذ تراجع فريق نواكشوت كينغس إلى المركز الثالث بعد أن كان ثانياً بخسارته أمام نادي الجمالك بهدف لهدفين خسارة استغلها نادي الشمال الذي فاز على نادي سنيم بهدف دون رد ليرتقي بفوزه إلى المركز الثاني بفارق ثلاث نقاط فقط عن المتصدري نادي أفسيان واذيبو رائد الترتيب نادي أفسيان واذيبو دك الشباك نادي أنترن واكشوت برباعية دون رد ليحافظ بذلك على ريادته للترتيب العام وفي بقية مباريات الجولة التاسعة فاز نادي تفرق زين على نادي ترارزة بهدف لصفر فيما انتهت مباراة نادي كيهيدي ونادي الكونكورد بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله وفاز عميد الأندية الوطنية نادي الكسر على نادي الدراك الوطنية بهدفين نظيفين وانتهت مباراة نادي الشرطة ونادي الحرس بانتصار نادي الشرطة بهدف وحيد وفيما يخص صراع الهدفين فقد حاصل مهاجم أفسيان واذيبو حميال طنجي على صدارة الجدول بتسعة أهداف بمعدل هدف في كل مباراة يليه زميله في أفسيان واذيبو سيد بون أمار ومهاجم نادي الشمال الحسن محمد بستة أهداف لكل منهما لاعب أفسيان واذيبو حميال طنجي صاحب الثلاثة والعشرين ربيعا أصبح أول لاعب في تاريخ الدول الوطنية يصل إلى مئة هدف في تاريخ الدورية ووصل مهاجم أفسيان واذيبو لهذا الرقم بتسجيله هدفين في مرمى نادي أنترنو عكشوط اشتركوا في القناة